اتقال على السوشيال ميديا انه داليا إبراهيم اتحجبت وان اللي ساعدك في الحجاب او اللي يعني خلاكي تاخذ الخطوة الفنانة الجميلة حنان توركي طبعا بنوجي لها كل الشكر والاحترام يعني بتبعها جيدة من أيام معد الباليك واننا صغيرين كده مع بعض بالزبط وانه فيه يعني صداقة قوية بتربط ما بينك وما بينها وانه هي اللي شجعتك على فكرة الحجاب وان انت لما فعلا اتعرضتي لموضوع الاكتئاب او الزيقة او الخنق ان هي قالتلك الرابي من ربنا اكتر كل ده هيروحي كلام ده حقيقي ولا لأ؟ لا هو مش حقيقي لانه انا بقالي سنين ما شفتش حنان يعني سنين طويلة جدا ماش عايزة اقولك ادي فمش حنان السبب لا خالص بس حنان اخدت طريقها واشتغلت في الفن واشتغلت شوية طيسين يعني وهي محجبة اعملت اعتقد مسلسلين؟ اه تقريبا مسلسلين صعب بعد كده وبطالت واخدت طريقها هي حبة انها تقعد وتبعد عن التمثيل فانحنا بنحترم ده فيها انما مش حنان طبعا اللي قالتلي ولا حد قاللي ولا حد اقترح علي ولا الكلام ده موضوع الحجاب في الزهني من 2002 يعني يقولي من ايام حار السلاح ايوة حار السلاح اوكي يعني انا من زمان من زمان في الزهني موضوع الحجاب لما خدت القرار بقى خدته لما قدرت عليه لانه مش كله بيقدر عليه الخطوة دي عايزة قوة نفسية رهيبة على الرغم من انه هو فرد وكل حاجة ولكن يعايزة يعني خلينا اقولك انه هي معادلة صعبة ان انا بقى جواية موهبة كبيرة وفنانة شطرة وعملة ادوار كبيرة ودول كانوا اليومين بتوعي واقرر ان انا البس الحجاب وهي حاجة صح جدا وحاجة جميلة وربنا يباركلك فيها وما بينك ما بين ربنا ولكن فكرة ان انا هفقد جزء كبير من شغلي فكرتش وقتها بالطريقة دي؟ لا ما فكرتش لانه برضو ما جاش بين يوم وليلة يعني انا الاول لبست بوني ولبست تربو ولبست كاسكك واحدة واحدة انا عملت كل الحاجات اللي ممكن تخليني اقرب من فكرة دي لكن بعدين اوكي قررت انما الفكرة عندي من زمان يعني هي ما بتبقاش انت عايزة يعني مختارة ما بين فنك وما بين حجابك اما مش ده يعني ما بتبقاش جاية كده انت بقي مقررة نفسيا عايزة عمل ده نفسيا هرتاح كده بس لما بتعوضي لوحدك كده كلنا بيجي علينا وقت بقعايزين نبص في المراية نفضل نبص في المراية ونكلم نفسنا بنشوف وشوش مختلفة مننا شوف نفسي زعلينا شوف نفسي فرحونا شوف نفسي نكحة شوف نفسي محبطة لما بتبصي في المراية بتشوفي داليا ازاي متفقلة على طول الحمد لله حقيقي متفقلة على طول ده السمة الأساسية في حصيتي رغم كل الأحباطات اللي ماريت بيها يعني كل الناس مروا بأحباطات كل الناس مروا بمشاكل بس أنا يعني بوسط ده كله كنت متفقلة وما زلت متفقلة يعني ملهوشها علاقة بحجم مسئوليتك أو إحساسك بالوجع من من المشاكل أو الوجع من الأحداث اللي حصلت التفقل حاجة تانية التفقل هو ثقة في إنه ربنا بإذن الله هيحقق اللي انت عايزها لما بتقف يبقى قدام المراية وتكلمي نفسك وليلها إيه قول الحمد لله بس كنت آه الحمد لله طبعا انت قلت أنا مريت بفترة إحباطات كبيرة إيه الإحباطات اللي مريت بيها بوسي في خلال العشر سنين دي الموضوع ما كانش يعني مريت بأزمات ما كانتش سهلة عليك قصة الطلاق مثلا ممكن تكون أصلا فيتي لا مش فكرة الطلاق مش بس الطلاق لا يعني أزمات في الحياة الأزمات العادية اليومية يعني اللي بتمر بينا كلنا يعني مش عايزة أتكلم في ده لأنه أنا فعلا كتبة ده في كتاب فمش عايزة يعني مش عايزة الكتاب اسمه إيه اللي انت كتبة فيه اسمه هكذا قالت هكذا قالت تم تقول لنا جزء من هكذا قالت ده حتى اسمه حلو قوي طب كويس هكذا قالت يبقى هكذا قالت داليا قالت إيه بقى قالت حاجات كتير عادي يعني من الصغر لحد ما وصلت السنتين فاتوا مثلا دايما إحنا لما بنيجي نتعرض لأي إحباطات يقيمة بتبقى إحباطات مهنية يقيمة إحباطات زوجية يقيمة إحباطات نفسية يقيمة إحباطات مادية يقيمة إحباطات وجودية وجودية؟ طبعا بمعنى؟ لا ده موضوع كبير قوي يعني أنا أسمعك قوليلي أريد إحباطات في إنك إحباطات ممكن تبقى مختلفة مع كتير ومش قادرة تقول لهم ده ومتفقة مع كتير ومش قادرة تبقى واحد معهم أو تبقى مقريبة منهم يعني إنتي فاهمة وضحي لي أكتر؟ لا الأصل ده مسألة فلسفية وليلي أنا معاكي بصي نقعد ونسمع الفلسفية زي ما أنت عايز بصي وضحي لي فاهمة أكيد كلنا وإحنا صغيرين بنمر المشاكل تمام؟ في حاجة اسمها علاج الطف الداخلي أنا مؤمنة بعلم الطاقة أحيانا يعني بحاجات في علم الطاقة ومؤمنة بال طب بيس عشان كده بقولك أنا عايزة أسمع آه كويس وبعدين شخصيتك أنت تكونك من المنصار طب بتعود تحلي مع نفسك بقى المشاكل اللي قابليتك طول حياتك وانت ماشى بتحلي شوية حلي شوية لحد بالانتصاق بقى بكرة الكلاكيع اللي بتبقى عندنا من وإحنا أطفال بتفكي بقى الكلكوع دي من بدايتها من أصلها جدرها من مستوى لمستوى لحد ما بتتسقي مع نفسك وتبقى فيه تصالح طب إيه المشكلة اللي كانت أو الكالكوعة زي ما بنقول اللي كانت عندك وانت شو غيرها وعنيتي منها وانت كبيرة لا أنا وانت صغيرة طفلة هادية جدا مامتك كانت عنيفة معاكي باباكي كانت عنيفة معاكي أمي شخصية قوية جدا جدا وامو سيطرة بابا كان لطيف جدا الله يرحمه الموضوع مش عقد مش مستوى من العقد هو مستوى من ترصبات ترصبات شخصيتك بعد كده بتكوني انت فكرة بقى عن نفسك وتمشي على قط اللي انت رسمها لنفسك أو الحالة اللي انت عازة تبي فيها شخصية مامتك القوية دي أثرت فيكي بشكل إيجابي ولا سلبي في فترة كانت سلبي جدا وبعد كده بقت إيجابي جدا حقيقي وأنا كتبالها يعني جزء كده من الكتاب اللي أنا بقولك كانت عنيفة معاكي كانت بتدربي لا 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 أمي 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 أنا لا تدرب ولا تدرب أخواتي وبعدين بالمناسبة هي هي كده مع كل أولادها مش معايا مش هي مش أنا شخصي مش انت بشكل شخصي بسي شخصيتها كده في العموم أنا فهمة دائما أن الأم لما بتبقى قوية جدا ممكن البنت تطلع متعقدة منها شوية خايفة تخلف عشان خايفة تعمل كده مع بنتها مش للدرجة دي ما وصلتش للدرجة دي لأنه أنا كنت وعية برضو أنا فنانة عندي إحساس عندي مشاري عندي حنية يعني عندي كوكتيل حاجات مختلفة عن والدتي والدتي ما اشتغلتش في الفن عشان تبقى عندها الجزء اللي عندي كفنانة يعني بس بيتك تمثلي بقى عادي ولا لتك لأ زي أي لا ده هي معطلدة ده هي شايفاني أن أنا ممثلة كويسة أخملي في التمثيل مش هيا مش حبة أن أنا أقعد بس أوكي أنا برحتي بس أوكي أخملي في التمثيل